سلطانة في مواجهة ملك سريعا انقضى عام على تاريخ فرض قوة الاحتلال المغربية الحصار على عائلة اهل خيى بولاية بوجدور المحتلة كانت عودة الكفاح المسلح بين الجيشين الصحراوي والمغربي غدا تخرق الاخير اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين الجانبين العام 91-900 والف ايذانا لان تعلنها سلطانة مدوية ان حي على الكفاح لم تكن بفعلتها تلك اكثر من مناضلة صحراوية من فكت ثائرة على مدار سنين الاحتلال وعقوده وليس لها على سوء ردة فعل جلادي المخزن اكثر من راية تعلقها فوق سطح بيتها المحاصر او تحملها فتحمل معها هي الاخرى احلامها بالحرية والاستقلال عام من الشجاعة والصمود امام جبن نظام المخزن الذي لم يتوانى في الدفع بجلاديه لممارسة شتى صنوف التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي على سلطانة واختها بل وحتى والدتهم الثمانينية ضرب سب وشتم سحل حقل مجهولة بل واغتصاب للمرأة امام امها تحت جنح الليل في حادثة قل ورودها في كتب النازية وجرائمها بحق الإنسانية لكن سلطانة لم تحد قط عن مبادئها فقد ظلت ثابثة متحدية جبروت محتل غاصب وجبان فيما ظل زبانيته متخفين بأقنعتهم وكماماتهم تحت ظل كورونا عام من الصمود صارت فيه سلطانة أيقونة وقصة إيمان ملهمة بالحرية والاستقلال استطاع أهل خيا أن يجمعوا حواليهم العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية في العالم منادين بعدالة القضية الصحراوية لقد نجحت سلطانة وأهل خيا ببجدور في نثر بذور انتفاضة قادمة بالأراضي الصحراوية المحتلة وإن طالت أما التاريخ فلن يخطئ التسجيل في كتبه أن سلطانة صحراوية هزت عرش ملك مغربي